السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مجلس الخدمة يتحدث عن ستراتيجية توظيف لن تكلف الدولة مبالغ اضافية اعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ان الدولة تسعى على حل مشكلة التوظيف وقال التميمي في تصريح متلفز ان طريقة الاستهداث خلال هذا العام لم تضيف اي اعباء مالية على خزينة الدولة وبين ان اجراءات تتم الان افق حركة الملاك عن طريق الحذف والاستهداث واشار الى استهداث اكثر من 3000 درجة وظيفية من وزارة الصحة لاصحاب المهن الطبية واضاف انه خلال العام الحالي سنباشر باجراءات تعيين خريجي العام 2023 من المهن الصحية والكليات الساندة وتابع ان انتظر خلال هذا الاسبوع او المقبل ان تزودنا وزارة الصحة لاختصاصات المطلوبة توظيف بها وكان مسؤولون حكوميون كشفوا عن تفش البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة من خلال التوظيف في القطاع الحكومي مؤكدين ان اكثر من 40% من اعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت هذا المسمى وانهم يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة وتسبب الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد لفتح المجال امام التعينات الحزبية بحسب ما رآه مراقبون اكدوا ان الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة الا بالتخلص من الفساد والمفسدين المالية النيابية تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية اكدت اللجنة المالية النيابية ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية لافتة الى ان تعديل القانون يجب ان يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي وذكر بيان للجنة المالية أن رئيس اللجنة عطوان العطواني ترأس الاجتماع لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغيت إجراء التعديلات عليه وأنضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يستحاجة الدولة من الاقتصاصات والعناوين الوظيفية وضح البيان أن الاجتماع استعرض فقرات من سودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها وإعادة صياغة وما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وضاف أنه تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع للحيك العام للدولة كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مؤسسة مع المؤسسات الدولة الاستماع على ملاحظات بشين التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها وأكد أنه خلال الاجتماع رؤية اللجنة تضمن المضي بتعديل القانون الحالي وما يتماشى مع حاجة الحكومة على أن يتم إعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية واكب تطورات سوق العمل وأشار إلى أن تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا إلى الدرجة العاشرة منوها أن تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي تابع لا بد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي ضمنها القانون لضمان حقوقهم الشهرية والتقاعدية توجه نيابي لتعديل قانون المختارين أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية سعيها لضمان الحقوق القانونية والمالية لشريحة المختارين من خلال تعديل قانونهم قال النعب رئيس اللجنة جواد اليساري في حديث أن قانون المختارين أحد القوانين المؤجلة من الدورات البرلمانية السابقة نتأمل مناقشته وأدراجه للقراءة الأولى وضاف أن تعديل قانون المختارين الذي سيتضمن الحقوق الشهرية والتقاعدية لافتا إلى أن المختارين يتقاضون مبلغ 250 ألف دينار شهريا وشار إلى أن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تسعى خلال المرحلة المقبلة بتعديل قانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 لإنصاف شريحة المختارين عقد نعب رئيس المجلس النواب شاخوان عبدالله في وقت السابق اجتماع موسع مع وفد من المختارين لعدد من محافظات العراق مؤكدا على توجيه مجلس النواب للمضي بالإجراءات القانونية بصدد مشروع قانون تعديل قانون المختارين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر